اشتركوا في القناة ولهذا سأقول هذه الكلمات لست جارية لأحد لتقولي لي أيتها النسوية أنك جئت لتحريري مثقفة أنا وهل تعلمين؟ الرجل الذي تريدين مني أن أكرهه هو الذي بفضله دخلت إلى المدرسة وها أنا اليوم متحصلة على عدة شهادات الرجل الذي تريدين مني أن أخرج عن طوعه كان سببا لأكون في هذه الحياة الرجل الذي تقولين أنه أخذ حقي هو أخي لعب معي عندما كنا صغارا دافع عني ودخل في شجارات يخاف علي من هبة النسمات الرجل الذي تملئين قلبي حقدا عليه سيكون زوجي يوما وأنجب منه البنين والبنات أما الحجاب هنا توقفي ولا تتحدثي لا تجادليني في الحجاب فهو أمر من الإله وأمر الله ليس فيه نقاشات نقول سمعا وطاعة دون جدالات من قال أنهم أرغموني؟ من قال أنهم أرغموني على ارتدائه؟ أتعلمين؟ كنت أبكي بعمر السبع سنوات فقط لتسمح لأمي بارتدائه لكنها رفضت وقالت حتى تكبرين فتمنيت أن أكبر سريعا لأرتدي ما تقولين أنه مجرد عادات وأرجوك لا تقولي لي جسدك ملكك وارتدي ما تشائين فجسدي ملك لمن خلقه وأخيرا إياك أن تتحدثي باسمي مرة أخرى فأنا أعرف حقوقي جيدا ولن أعصي الإله